في لبنان قالت وزارة التاقة أنها حصلت على ائتمان بمئة مليون دولار من المصرف المركزي لشراء وقود لتوليد الكهرباء وأضافت الوزارة أن شبكة كهرباء لبنان عادت إلى العمل مرة أخرى بالطاقة نفسها قبل توقفها التام عن العمل أمس بعد خروج أكبر محطتي كهرباء عن الخدمة بسبب نقص الوقود معنا من بيروت مرسلتنا دارين الحلوي تفاصيل أكثر دارين عن ما حصل في وزارة الطاقة وهل فعلا عادت طيار الكهربائي لحاله قبل مشكلة الأمس علما أنه لم يكن بالساعات التغذية الكثيرة هناك كان نقص قبل مشكلة الأمس صحيح بإمكان مؤسسة كهرباء لبنان أن تؤمن نحو 500 ميجاوات في حين أن حاجة لبنان هي تقدر بنحو 3000 ميجاوات وهناك فارق كبير جدا بينما يمكن تأمينه وما يحتاجه المقيمون على الأراضي اللبنانية طبعا ساعات العتمة يعني يعمل اللبنانيون على تأمين بدائل البعض لجأ إلى خيارات مثل تركيب صفائح لتأمين الطاقة عبر الطاقة الشمسية في حين أن الغالبية العظمى للحاجة من التيار الكهربائي تؤمن عبر المولدات الخاصة وبأسعار ضاهضة جدا خصوصا في هذه المرحلة الصعبة التي يعيش فيها اللبنانيون لكن الفصل الأخير الذي تحدثت عنه شركة مؤسسة كهرباء لبنان بالحديث عن تأمين ائتمان هو فصل مكرر من اعتدنا أن نشاهده عند كل أزمة في تأمين تكاليف استيراد الوقود لإنتاج الطاقة ليس لدى شركة أو مؤسسة كهرباء لبنان أي مداخيل تساعدها على شراء أو تأمين مبالغ ولو نسبية من الفواتير لسداد أثمان الوقود المستورد وبالتالي الأزمة كبيرة جدا في حين أن العروض التي يتم بحثها كان فيما يتعلق بالكهرباء الأردنية والغاز المصري تحتاج إلى الكثير من الوقت لإنهاء الترتيبات الميدانية والتنفيذية قبل الحصول على الطاقة من مصادر أخرى طبعا نتوقع أن الوقود الذي يفترض أن يتم تأمينه عبر هذا السلفة سيكفي لبنان لشهرين على أبعد تقدير وسنعود إلى المربع الأول من الأزمة في حال لم تكن هناك مصادر أخرى من الطاقة إلى الداخل اللبناني شكرا جزيلا لك من بيروت مرسلتنا دارين الحلوة شكرا جزيلا لك